صباح الخير صباح السعادة صباح النور صباح كل شيء كويس صباح الرضب أقدر الله صباح السعي السعي الأشياء اللي ربنا أمرنا بيها ووصحينا الصبح عشان نعملها بيوم جديد بغلطات جديدة يعني أنا دايما أقول لنفسي كده مصحى الصبح يعني كنت الأول أصحى متنشنة ورايا 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 لا بقيت أقول لأنا صحية عشان هنعمل غلطات جديدة وهتعلم حاجة جديدة وحاول أني أنا أزبط أحوالي وزبط دنيتي وحتى لو وبقيت أجدد دنيا يعني كل الصبح بقول لنفسي كده في نص النهار طبعا بيعني بنعمل غلطات كتير بقى وفي نص النهار أقول لنفسي كده أخر النهار أقول لنفسي كده فحديث النفسي ده مهم وأنا بحب سلسلة الفوديوهات دي عشان شايفاها صباحيات أم شايفا أنها إن شاء الله تنفع كل أم كده تحسنها بتفاقل شوية وليا وليكم كمان مش بتضيع الوقت لأن هي مش حاجة تتفرج عليها ممكن تسمعيها فبالتالي ممكن يعني تعمل حاجة البيت أو أي حاجة وفي نفسي الوقت تسمعي والنهار ده أتكلم عن أني دايما نسمع كلمة راعي ظروف النس هراعي ظروف حزنهم هراعي ظروف المرض هراعي ظروف فدايما أسمح هراعي ظروف النس والواحد الحمد لله بيراعي ظروف النس مش بقى نتكلم أن الناس بقى لازم إذا ما بنع رعيهم يرعونه وكلام لا أنا بقولك راعي ظروف نفسك راعي ظروف أني أنت تعبانة في الوقت ده فبالتالي أنا مش قادرة أقوم من على السرير أنا فعلا جسمي تعبان خلاص مش لازم اهتم بنفسي أراحي ظروفي أراحي ظروف حالتي النفسية أنا تعبانة نفسيتي تعبانة يبقى أعمل أقل حاجة عشان ترفع من معنوياتي كبه أي حاجة أقل حاجة وخلي بيك أنا كنت كنت زمان الواحد بيستهيف أن حد مثلا يستمتع كده ولا يبقى نفسه في كوبية نسكافي أو شاي أو أي حاجة فيستمتع بيها فكنت شايف أن هي حاجة تفهج جدا بس مع مرور الوقت شافت أني هريب يعني أني لأ دي حاجة حلوة بتخلي الواحد نفسيته كويسة يعني ما تستهونيش أني أنتي بعد كل وقت صعبة تكافي نفسك بعد يوم طويل تكافي نفسك حتى لو كانت بكوبية شاي بحيطة شوكولاتة بقل أي حاجة أنا بجيب لك أقل حاجة حاجة أكلة نفسك فيها في ناس نفسها بيبقى في حاجات معينة خلاص جبيها لنفسك وقليها فبجد الحاجات دي بتفرق الحاجات التفها دي اللي هو إيه في حد أني بيلك لا نستمتع بكوبية شاي ولا كوبية ما احنا بنشربها كل يوم لا بتبقى بجد جد بتفرق في النفسي راعي ظروف نفسك لما تبقي ضعيفة راعي ظروف نفسك وراعي ظروف نفسك في الأخطاء يعني أنت مثلا أخطأتي أخطأ كتير مثلا اخترتي نص غلط حسيت أني أنت في الموقف ده كنت معاك هابلة قوي تصرفتي تصرف ما ينفعش تتصرفيه ما تعديش بعد تجليدي زيتك وتعدي تقولي إذا كان المفروض الموقف ده أعمل فيه وأعمل وأعمل المفروض أقول حاجات دي أنت فاكرة أني أنت كده بتصلحي من نفسك يعني إن كان واحد يقول أما يعدي عليه موقف فيقول إيه إذا كان مفروض أتكلم أقول كذا وكذا ورد أقول كذا وكذا على فكرة بكتشافت بعلوقت أن الحاجات دي ما بتصلحش حاجة برضو بقع في غلطات تانية وبردو بقول برضو لا يعني برضو ما بعرفش الصرق فطلع أني مش ده هو الحل لا رأي ظروف نفسك في أني أنت ما عندكيش خبرة بتاخدي خبرة يبقى الموقف اللي أنا غلطت فيه ده أو معرفتش هرد فيه لا المرة الجاية هعرف أرد أو أخد بالي يعني أني أنت تاخدي بالك من حالات تاخدي بالك من الكلام تكون صحية للموقف كمان صحية أو مصصحية فهي دي حاجة ما تعبش يعني يعني فيه ناس تفكرك تقول لك إيه دا أنت ما خدتش بالك إزاي ما خدتش بالك حلاصة أنا ما كانش قصدي مش لازم الواحد يكون طول الوقت هو في الموت وطول الوقت واخد باله من كل حاجة واخد باله من كل الكلام ما تجلديش نفس ذاتك في الحتة دي خالص ما تجلديش ذاتك في البيت أنت بتعملي اللي عليكي بتعملي اللي عليكي البيت على طول على طول بلازم يتوسخه لازم حاجة ما تبقاش في مكانها لازم أدب إحنا عايشين يعني أنا دايما نقولها بنفسي وعلى فقه خلي بالك إن الحتة دي بتكون من الشيطان أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان رجيم بتبقى الحتة دي منه إن هو بيجيلك في الحجر العيال اللي هالبه ديله المكان يا نهار أبيض العيال وققه مش عارفة إيه فتقومي عليكم تكليهم لكن هو ده ما احنا عايشين في البيت ده ده رسالة ليجي ورسالة نفسي قبليكم ده ما عايشين في البيت ده يبقى لازم يتوسخ لازم كل حاجة مش هتكون في مكانها لابد ولما فرق ده ما احنا عايشين في البيت يعني نسيبه ونمشي وهيفضل زي ما هو طبعا فكمان وقت تبقى مفيش طاقة يعني ما عنديكش طاقة احترمي بالوقت اللي انت ما عنديكش طاقة في ده احترميه وخلي بالك إن الطاقة بتستنفز دايما دايما يعني بتستنفز عادي منك فأنتي لازم تشحنيها على طول وأكتر حاجة تشحن طاقتك فعلا الواحد ربنا يثبته عليها ويثبتكو وإن شاء الله ربنا يزيدنا بجد بجد هي اني تبقي مع ربنا على طول في الزكر والصلاة والقرآن لإني في ناس كتير جدا بتنسى القرآن التلاتة دول بجد هيشحنوا طاقتك كمان مع البقى الحاجة التانية انت تجيب حاجة نفسك فيها كل مدة تراحي ظروفك زي أنا بقولك أهم حاجة وانت عارفة أكتر واحدة هتراحي ظروفك إزاي انت عارفة وقت ضعفك وقت قوتك وقت إن انت لازم تشحني طاقة دلوقتي طاقتك لإنك طاقتك معفزت الوقت اللي انت بتكوني مريضة فيه وقت أنا خلاص أنا مش قادرة ولاحظت إن إحنا فعلا زمن ده غير القبل كده في حاجة في إن حاسة إن طاقتنا بتستنفذ على طول دايما ما فيش مكان فدايما كان وسمعت فيديو كان لدكتور إبراهيم الفقي إن بيقول إن انت دايما كوبايتك مليانة ما تخليش دايما كوبايتك مليانة لأن فعلا لو كوبايتك دايما مليانة لأنت دايما دايما ما عندكش توقل أي حاجة وخلاص وكده مش هتستقبل حاجة تانية فلازم دايما ما بين كل فترة مسلاً قعدت مع الأولاد يبقى لازم أرتاح بعدها ذكرت لهم يبقى أرتاح إصحي كل يوم الصبح قولي أنا كشجاعة أنا قوية أنا هقدر أعدي اليوم بتعب سلام أحاول حافظ على سلام النفسي أحاول أشانتقتي الله يعيني المكان اللي أنا فيه ربنا حطيني فيه عشان هو ده بتاعي هو ده ملكي أنا أدرى طبعا أنا أدرى على التحدي والمواجهة أنا دلوقتي في تحدي مع نفسي مش مع حد ومواجهة مع نفسي مش مع حد فبالتالي أنا هقدر مودي ده ملكي أنا فبالتالي أنا هعرف أغير مودي لما تعملي كده بجد هتحس أني لا أنا كل حاجة ملكي أنا كل حاجة بتاعتي أنا كل حاجة أنا أقدر أغيرها يعني بتاعتي أنا هتلاقي نفسك إن أنت فيه كوة الحاجات دي بيد بتفرق في النفسية إيه و هتستهتري بيها هتلاقي نفسك بإذن الله الله يعينك هتفرق معك